وفي محافظة عجلون أدى تراكم الثلوجي وغزارة الأمطار إلى انهيار أجزاء واسعة من سور المقبرة الإسلامية في عنجرة رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن نزغول صرح بأن سبب الانهيار تدفق المياه إلى داخل المقبرة وأشار إلى أن كوادر البلدية عملت على تحويل المياه إلى خارج المقبرة لمنع عمليات الانجراف في التربة وإزالة الحجارة كإجراء مؤقت مبينا أنه سيتم دراسة الوضع الحالي من أجل عمل جدار استنادي بعد المنخفض الجوي